قبل ما نبدي عندي طلب بسيط الكومات منه ما تخجلوني رح حط لكم رابط قناة بنت فلسطينية عندها موهبة صراحة بالغناء بطلب بسيط وروحوا اشتركوا عندها الرابط قناتها بالوصف على أقل خليني وصلها 500 مشترك وروحوا اكتبوا لها شنو حابين تسمعون بصوتها أغاني الخبر الأول اللي عدنا عن أحمد حسن وزينب الصراحة هواي من الكومنتات جدتيني على مدى تكلم عن قضيتهم ولكني صراحة شدان تظهر يصير تحديث بالقصة طبعاً ما يعرف أحمد حسن وزينب تم القاضي قبض عليهم لمدة أربعة أيام على مودي تم التحقيق وياهم واليوم اتسربت هاي الصورة لأحمد حسن وراها زينب مثل ما شايفين من داخل السجن بس والله كتبوا لي بالكومنتات هل تتوقعون أو شنو رأيكم عن مسألتكم صراحة على رأيكم انه هل هم ما يستحقون دخول السجن أو ما يستحقون دخول السجن الخبر الثاني اللي عدنا هو وآخيراً ويسام تيكيت أعلن عن أغنيتها جديدة هتنزل بحسابها بالإنستجرام هاي الصورة مكتوب بها شوروكوس سبت على اليوتيوب وماذا ما شايفين موجودة بيسان وموجودة بنفس الوقت طبعاً جاب الفيديو كليب وبنفس الوقت طبعاً أكو التيم ايكس اللي هو رابر طبعاً كثير قوي صراحة فأتوقع الأغنية مو بس رح تكون نار أما حتكون دمار صراحة وأتوقع يعني الكل حتى لويا وسام أو حتى الضد وسام متحمس لهاي الأغنية اللي رح تنزل طبعاً أكيد رح تسوي عليها ردة فعل بس أكو شي واحد صراحة مستغرب من عنده واللي هو ليش مريانا مش موجودة بالصورة هذي طبعاً هذي البيت مش مريانا الرابعة طبعاً أردكم تكتبولي حالياً بالكومنتات هل تتوقعون بيسان أو طبعاً جرح يغنون بفيديو كليب أو مجرد رح يكون متواجدين الخبر الثالث والأخير اللي عدنا عن بيسان اسماعيل وانتقاها بيوتيوبر أو بنفس الوقت هما بالإنستغرام وبالتوك توك يعني صراحة الحساث التجمع يعني ميش حينضوا على خير أتوقع أن هذول يوتيوبر أو هذول الأشخاص اللي يمكن حيطلعون ويردون على أجواني بالأيام القادمة طبعاً إذا صار هذا الشيان نحن نقول لكم الخبر والخبر على السريع اللي عدنا عن أنس وأصالة بحيث أنس نزل بحسبة بالإنستغرام أنه خلصوا رحلتهم في دبي وقرروا حالياً يرجعون إلى أمريكا وبس والله هذه هي الأقبار اللي كانت عدنة بس طبعاً إنتم قلت لكم أتمنى ما تخجلون ليتروحوا وتشتركون عند هذه المترة حطوكم إيها ورابطها بالوصف وبس والله هنا وصلنا هات المقطع أتمنى مقطع إجابكم فلس تحطون لايك وتشتركوا بالقناة شاكو فإزياء مقارب من الكتل وخصص ومع السلامة